تخيل عمر السومة وانت لاعب المدرب يقول له انا ما ابغاك تنفذ الفاول بالطريقة هذه لازم يقول لك اسلوبك الخاص انت تقلد كريستيان ورونالدو في تنفذ الفاولات مسجله امر السومة اللي جاب الدوري وجاب الكاسو هذا فكرة المدرب يعني تخيل يا رجل اذا هذي مشاكل بادارة اقول لك على شي بسيط جدا لاعب ونجم عندك حتى لو ما كان نجم يروح يسوي عملية وفترة العملية كاملة وهو برة والاستشفاء ثم يرجع في النادي ما ترفع عليه سماعة التلفون ما تسأل عنه نهائيا حتى يوم جاء لأول تمرين زملائه يسووا له حفلة المدرب جالس هناك ما يبينضم لهم عشان ما يجي يسلم على العمر السومة هذه غيرة هذه يسمونها الغيرة تخيل عمر السومة بالنسبة للقائمة الآسيوية عمر السومة الدكتور قال انه عمر السومة حيرجع يوم ثلاثة وعشرين ثلاثة اوكي عمر السومة استطاع انه يرجع بشكلها الطبيعي قبل مباراة التعاون واحد ثلاثة باربع عيام طيب وعشان ما يدخلونه في القائمة عشان ما يدخل في القائمة قال لا انت منت جاهز ولا حتلعب عشان ما يتصادم مع الجماهير طيب سامي بس ما عليش انا بحكم قربك طيب تيسير الجاسم على فكر تيسير الجاسم اعلن رحيله الان صحيح لا الى 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 الان ما في شيء ما انت الله ظاهر ومساعدك الى 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 الان ما عندي معلومة عن تيسير تحديدا ايه يقال انه رايح للدورة الامراتي اليوم انشوف الرياضي خبر انه رايح الامراتي ويبدو انه اعتراض اعتراض على فكرة وانا اقول لك الان اكد لك الجمعة اللي راحت قلنا انه السومة وصل الى حد كبير مع الاهل المصري الان ان اكد لك انه السومة مستمر ولكن تيسير الجاسم لن يبقى لانه تيسير احساسا عقد منتهي طيب مهو يقدم ابن النادي شوف لما لاعب يطلع في منتصف عقدة او ينهي عقدة مع النادي بطريقة او باخرى هنا تقول انه في مشكلة مثل لو السومة طلع السومة عقده الى 2020 لو السومة طلع تيسير الجاسم اش رايك فيه فنيا حتى تأثيره في الاهلي شوف ما نختلف على على اللي قدمه تيسير الجاسم بالتالي اي لعب تجاوز سنة 33 سنة 34 سنة على نهاية عقده ممكن انه سومة سومة مو في مطرة لو السومة مو في الاهلي كان يبقى تيسير مطرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الحالي طبعا نو مضاب على فكرة ترى حتى على مستوى المنتخب السعودي احنا حنتكلم عن موضوع منتخب السعودي ولكن تيسير الجاسم واضح انه الان هذا الموضوع من افرازات مشاكل الادارة السابقة لما حصلت عمر السومة ياسر المساليم واللقاش الحاد اللي حصل ما بين حتى محامي النادي اللي هو بارباع ورد عليه ياسر المساليم وكان يقصد بارباع طبعا تيسير الجاسم واضح ان كان فيه نار تحت الرمات في الموضوع مسألة التحذبات او فيه ناس محسوبين على ناس في النادي الاهلي كان فيه اخفاق كبير جدا اداري في عدم احتواء المشاكل اللي كانت حاصلة في البيت الاهلاوي شوفنا الان الافرازات اللي حصلت ايضا طبعا الان شوفنا علشان مشكلة عمر السومة الان شاهدنا مدرب يرحل شاهدنا لاعب الان يرحل شاهدنا مدير فريق يرحل باسمه بوداؤو حصل فيه مشاكل الان فيه لملمة فيه ترميم للموضوع بحيث انه يبدأ الاهلي موسم قادم بيأثر تيسير خروجه جدا جدا خرار في البطورة الاسوية ما زاله تيسير الجاسم نعم تيسير الجاسم انا اصنف الان جزء من تاريخ الاهلي تيسير الجاسم جزء من تاريخ الاهلي ايضا على مستوى المنتخب احنا للأسف هذه من المفاجآت رقائد الاهلي رقائد الاهلي نعم من المفاجآت الحقيقة الصادمة اللي لم يت يعني لم ننتظرها ابدا حقيقة ان يكون فيه عدم استقرار بلاعبين نشوفهم مهمين جدا في المنتخب السعودي قبل بداية كاس العالم شهرين الان عندنا اوسامة هوساوي رحيلها للوحدة الوحدة الى الان ما احنا عارفين هو رح يسجل او لا فانت عارف وسامة هوساوي ركيزة مهمة جدا في دفاع المنتخب ايضا عندك تيسير الجاسم اللي قاد المنتخب السعودي سنوات وسنوات كلاعب قائد للمنتخب الان معول عليه بخبرته الكبيرة الطويلة العريضة انه يكون ايضا من الادوات المساعدة لتشريف الكرة السعودية في كاس العالم 2018 في روسيا الان يعني رغم الحلول الوقتية والامور اللي 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 رسمتها الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي في مسألة انتداب او ابتعاد اللاعبين لاسبانيا النجوم الاندية وايضا المعسكر وايضا معسكر اوليفر كان للحراس وكذا معنى كانت حلول وقتية وكان فيها سلبيات يعني وايجابيات ولكن على حسب تصريح للرئيس الهيئة انه السلبيات ربما طغت في هذا الموضوع ايضا نفاجأ في لاعبين مهمين ايضا انهم رح يكونوا غير جاهزين في ناحية الاستقرار تيسير الجاسم بحسب الانباء الواردة الان انه عنده عرضين على الطاولة عرضين خارج الاندية السعودية اعتقد من عرض من دول الدولة الامارات وعرض يقال انه اوروبي ايضا يقال انه رفض طبعا عروض الاندية السعودية لانه بالفعل هذا تصرف حكيم اشوفه حقيقة من تيسير الجاسم كي لا يخسر مدرج كامل مدرج الاهلي تيسير الجاسم في حال انه اراد ان يعتزل بطبيعة الحال وبلا شك انه رح يلبس فانيلة الفريق الاهلاوي في يوم اعتزاله يعني تيسير جزء من تاريخ النادي الاهلي اتمنى حقيقة ان شاهد ختام لهذا اللاعب يليك بتاريخ هذا اللاعب تيسير الجاسم نهائي 2007 بطولة 2007 الاسيوية من الانتخاب السعودي فاتمنى حقيقة يليك ختام يليك بهذا اللاعب ترى على فكرة في استيسير كاللاعب في نادي الفتح عندما كان في الدرجة الاولى وخليج وخليج في الفتح وخليج ولا خليج في اخلاف ايضا كان لا يقل عطاه مسفر مسفر كان ممتاز جدا طيب ابو تركي حديثنا عن تيسير الجاسم وعبد الرحمن الغامدي والله شوف انا مادي بالضبط في حال صح طبعا انا بس ودي واحد يوضح لي او شي رسمي انا شفت لقطات صور مع معالي الشيخ تركي اغلب اللاعبين كأن اذكر فيها جددة عقود اللاعبين الا واحد دقيق الا واحد اي زين هل الواحد هذا الان هو تيسير او تيسير زين انا حقيقة انا اقول بامانة صراحة الان الجهود اللي بذلت من معالي الشيخ تركي وشفنا عدد كبير من لعابة المنتخب كان هو ينص كان حتى يقول اريد ان يذهب لاعبي المنتخب الى منديار روسيا وهم بكامل واحدهم النفسية غير مطالبات هل اللي وقعوا اظهروا في السناب شات او في السيلفي صور كل اللاعب تمنتخب اللي جاءوا عند معالي الشيخ تركي هل اخذوا حقوق قديمة ولا جددوا مع انه حتى في واحد من الصور كان معالي الشيخ يقول للاعب واحد من اللاعبين رح وقع اعتقد العبدالله طيف اذا الصور اللي ظهرت معالي الشيخ تركي رئيس الهيئة اعطاهم حقوقهم السابقة او جددت عقودهم حققتصر لبس الان يصير الجاسم الان لا ليهنم ابو تركي لعيبة منتخب هو ويبغى يهيئ اللاعبين لا هذا 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 اللي ظهر لنا امام الرأي العام وانه كل واحد في ذلك اليوم ظهر او طلع من مجلس معالي الشيخ تركي او مكتب معالي الشيخ تركي مبسوط ومستلم حقوقه على دائر من لي فيما يتعلق في المطالبات لكن انا اقول هذا السؤال يحتاج توضيح اما ما يتعلق بتيسير وياسر انا صراحة يشوف انه في البيت الاهلاوي في شيء غير واضح امس مقابلة الاخد طارق كيال فيها كان امور يعني حديثة لم تسجيل يعني حتى بصراحة شيء غريب بالنسبة لي نعم اه فضل